ماذا سيحدث لك يوم السبت سنقرأ للبرج الرائع جدا من صاحب الصفات المميزة ومن اهم صفات ولديها عيون فيهم بريق كالسحر قادر من خلالهم كسب القلوب الاشخاص اللي حوله اكيد احنا بنحكي عن البرج الرائع جدا المائي برج الحوت الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والاشخاص جدا على القناة ما ينسونا بالاشتراك مهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض باذن الله تعالى طبعا للتواصل ع طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو مراتا بكتبه في التعليقات كل الشكر والتقدير لكم يا اصدقائي على التعليقات الرائعة جدا اللي بترفع عند الطاقة الايجابية نرى يا اصدقائي كيف الاحداث القادمة ستكون مع مولود برج الحوت يوم السبت سيكون يوم رائع جدا ومميز وخصوصا ستبدأ يومك بقمة النشاط والحيوية ستنجح انك تنهي الاعمال المتراكمة عليك وتقوم باعمالك بالعمل الاساسي انت قائم عليه بطريقة رائعة جدا تلفت فيها انتباه رؤسائك في العمل اليك رغم بعض الزملاء اللي ينظروا ليك نظرة الغير والحسد فصفحتك ناصعة البيض اقوى من مخططاتهم الفاشلة هناك مكسب مالي ستحصل عليه من بعد الظاهرة من عمل اضافي خلاف العمل الاساسي اللي انت قائم عليه ولكن في المساء يزداد عليكم النفقات والمصاريف فحاول ضبط ميزانيتك يا مولود برج الحوت احذر من علاقة قديمة ستظهر قد تدمر مستقبلك هذا الشخص كانت تربطك فيه في الماضي علاقة ولكن خيب امالك وما اوفى بالوعود اللي اوعدك فيها هذا الشخص سيعود يتواصل معك من الاول وجديد وهدف ان يعيد الامور لما جريها مثل ما كانت في السابق وهذا الشخص سيء جدا لانه بتعامل بامور ما خلف الطبيعة مثل امور السحرية والاعمال السفلية فحاول يا مولود برج الحوت انك تحكم عقلك وليس قلبك في الامور الصحية حاول يا مولود برج الحوت انك تنتبه على صحتك وخصوصا انك تخفف من التدخين او شرب الارقيدة لانه اثق تماما انها بتدمر الصحة وبتجيب لك الامراض اللي مش على بالك ايضا فحاول انك تمتنع عن هذه العادات تدريجيا علشان ما يصير معك اعراض انسحابية قوية يا مولود برج الحوت واتمنى انك ترد عليه بهذه النصيحة لكي دائما اقدر اتفع مصالحك الى الامام اكثر الابراج ستكون متوافق معهم يوم السبت اول برج برج الجدي ثاني برج برج الاسد وثالث برج مولود برج العدراء ستكون مع هذول الابراج رائع جدا بتتحدث معهم بامور مميزة تثير اهتمامك وفضولك اكثر الارقام حظا كمان لمولود برج الحوت اول رقم رقم ثلاث ورقم اتنعش ورقم تسعة حاول هذول الارقام اذا كان في اي موضوع معين زي سحب او قرعة او يا نصيب استخدم هذول الارقام وباذن الله تعالى ستكون الامور كما تحب وتشتهي والحظ يدعمه لنكمل يا اصدقائي بس قبل ما اكمل بحب اعلمكم انا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت اسفل الفيديو كل اخر الشهر اللي ما بيحالفه الحظ هذه المرة وما يزعل ان شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون احد الربحانين معي فهذه القراءة اما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بسندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات اما الاشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا وطوقعات الاشهر القادمة باذن الله تعالى وملئة ايضا بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك الى الامام وذا كان في موضوع معين او مشكلة معينة او متعرض للحسد او السحر او الاعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وباذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائما يا اصدقائي لكل داء في باذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا اصدقائي وان شاء الله القادم سيكون افضل افضل مع محمد وان شاء الله قدرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد